موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحباء طلبة وطالبات الصف الثالث الابتداء مراجع على الترمي الأول وكمان تمهيد لطلبة الصف الرابع اللي أغديني المنهج الجديد المطور معدنا النهاردة مع التقييم الحادي عشر من سلاح التلميذ حداشر تقييم في سلاح التلميذ مفيدين كمراجع لسنة تلتة ومقدمة لسنة ربعة يلا نبدأ الاختبار وأول سؤال اختر الإجابة الصحيحة أول نقطة قيمة الرقم تسعة في العدد ده نعد وان تو سري شرطة التسعة أول بيت في الألوف يعني أحد الألوف يقوم يجي ولد يقول يعني نكتب أحد الألوف أقول له لأ ده عايز قيمة الرقم تسعة قبلها تلتة أرقام يبقى تسعة تلاف والإجابة هي غير القيمة المكانية مين مضعف للعدد خمسة في الاختيارات نشوف إلا أوله صفر أو خمسة الإجابة طبعا خمستاشر حتى بالأمارة تلاتة في خمسة بخمستاشر من جدول تلاتة وجدول خمسة تمانية سنطي كم ملي أقول له السنطي في عشر ملي يبقى التمانية سنطي تمانية في عشر بتمانين ونكتب التمانين رقم دال محيط الشكل المقابل نعد بالطول كده أربع وحدات نعد كده ثلاث وحدات أربعة وثلاثة سبعة واربعة وثلاثة سبعة سبعة وسبعة وربعتشر يبقى المحيط أربعتاشر وحدة السؤال اللي بعده تمنمية ستة وخمسين ألف وثنين طب ده نقسم كده تمنمية ستة وخمسين ألف واثنين الله ده نفس النطق طالما نفس النطق يبقى علامتي ساوي ولكن هنا فيها لفظيا هنا رمزيا سواء لاثنين ونفس القيمة يساوي النقطة اللي بعدها سبعة زائد سبعة زائد سبعة زائد سبعة الله ده سبعة أربع مرات يبقى سبعة فاربعة حولنا الجمع المتكرر لمسألة ضرب النقطة اللي بعدها عدد رؤوس متوازي الأضلع ولا عدد رؤوس سداسي الأضلع أقول له متوازي الأضلع شكل رباعي يبقى أرع رؤوس سداسي الأضلع ستة أضلع يبقى ست رؤوس يبقى ستة تكسب الأربعة والي العلامة خمسة في تلتمية نضربها ازاي نحط الصفرين وخمسة في تلاتة بخمستاشر تبقى ألف وخمسمية تلاتين على ستة أقول له فيها الخمسة ليه؟ علشان خمسة في تلاتين وتبقى الإجابة خمسة اللي بعده سبعة نحط علامة ايه؟ تطلع صفر أقول له طالما الإجابة طلعت صفر في الإجابة يبقى جزاري الأعداد الصفر في مسألة الضرب سبعة في صفر بصفر ونحط علامة فيه السؤال اللي بعده هنا أكمل بنفس النمط هنا اتنين فوق بعض طب ما تعمل نفس الشكلة هو وتحطي اتنين كمان بقوا مربعة هنا اتنين هنا اربعة يا دي الكام اتنين واتنين واتنين يعني ستة يبقى اللي عليه الدور كام برافو عليك تمانية هتعملهم ازاي؟ مربعين 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 علشان تحفظ كمان على شكل المسألة اللي بعده سؤال العوامل الجميل عوامل العدد اربعة بنبدأ بضربية الواحد واحد فاربعة بعيد وهنا اتنين في اتنين طب نكتب اتنين بس لان العاملين متشابهين وتطلع مسألة العوامل مرتبة تصعودياً هنا العدد مفكوك بقيمته طب ازاي نكونه بالصيغة الرمزية نود كل واحد عند بيته اتنين في مئات الالوف ستة في الالوف تسعة مئات اتنين عشرات الله ده الاحد مش موجودة يبقى نحط صفر العشرات اتنين اهي الالوف المئات موجودة ايوة تسعة اهي الالاف ستة اهي عشرات الالوف مش موجودة نحط صفر مئات الالوف اتنين نحط مئات الالوف ونتأكد كده مع بعض نفس الاجابة ولا لا اللي بعده العدد الكل العناصر المصفوفة دي مصفوفة عبارة عن كم صف تلت صفوف عبارة عن كم عمود خمس اعمدة يبقى نضرب تلاتة في خمسة الصفوف الاعمدة يطلع العدد الكل خمستاشر السؤال اللي بعده تعرف تجيب اكبر عدد من الارقام دي نختار الرقم الكبير ونودي بعيد تمانية وراها ستة وراها تلاتة وراها تنين واحد زيرو برافو عليك اللي بعده مجموعة الحقائق الاخرى ستة في تلاتة بطمانتاشر فين الحقائق هو قال ستة في تلاتة يبقى لما نعكسها تلاتة في ستة بطمانتاشر كده خلصنا الضرب طب نقلبها الاسمة نبدأ بالكبير طمانتاشر على التلاتة تطلع ستة طب اعكس طمانتاشر على الستة تطلع الإجابة تلاتة يبقى كده أربع حقائق هو عمل واحدة وانا كملت التلاتة اتنين ضرب واتنين اسمة ونروح للسؤال الثالث استخدم مسترطق وقيس الأطوال الآتية يلا نشوف أول حاجة ده مين يلا نشوف كده نقيس طولها ازاي نجيب المسترة ونزبطها بالطول عند الزيرو ونشوف وصلنا الرقم كام فوق فين الرقم يلا مين يقول ده عايزها بالملي عايزها بالملي الأول اسها بالصنط سامع ولد بيقول ناقستها بالصنط طلع التلاتة صنط أقول له طب عشانها بالملي اضرب تلاتة في عشرة يبقى تلاتين حسب قياسك انت طب نجي للمصمار الألاوز الزغنن ده استو أيوة استو طلع كام أقول له ده مصمار صغنن جدا ده طلع معايا واحد سنط طب عمو عايزه بالملي اضرب في عشرة يبقى عشرة ملي طب نيجي للشكل اللي بعده ده يلا برضه هو عايزه بالاي عايزه بالملي استو أيوة استو طلع كام من هنا اللي هنا يجي قال لي ده طلعت اتنين سنط يبقى بالملي عشرين عشان اتنين فعشرة بعشرين ونروح مع بعض لآخر سؤال ارسم عقارب الساعة الرقمية ساعة ثلاثة وكمان خمستاشر دقيقة يبقى العقرب الزغير عندي التلاتة بزيادة سنة طب والعقرب الكبير خمستاشر برضه يعني جاي عندي مين التلاتة عشان تبقى ثلاثة وربع يبقى هنا نقدر نقولها لو انا عايزها لفظيا السالسة والربع او جميلة وفاة فكرة حلوة اوي زار مكتبة الليسكندرية 763 زائر في ثلاثة ايام متتالية يبقى العدد دا يا ولاد بتاعة التيام رجع عمه وقال لي خلي بالك دا اول يوم العدد دا وتاني يوم العدد دا امال انت عايز مين حزر فزر تعرف تجيب اليوم التالت اقول له اه دا المسألة دي تاخد خطوطين هنجيب في الاول عدد الزوار فين في اليومين ونعمل اي نجمع بتوعي اليوم الاول وبتوعي اليوم التاني 264 زائد كم يا ولاد زائد 319 ومالناش دعوة بالاجمال طب لو جمعت دول هيطلع العدد كام اجمع وقل لي تمام ولا مش تمام 583 زائر يا مستر دا عمه عايز اليوم التالت نجيب عدد الزوار في اليوم التالت ازاي ناخد الاجمال 763 ونقص منه ناتج اليومين 583 هتطلع هتطلع الاجابة كام هتطلع الاجابة 180 والمفرد زائر وجمعها زوار يبقى جمعنا وبعدين طرحنا مسألة مدوجة مسألة مركبة الاول نجيب عدد زوار اليومين التالية طرح نجيب عدد زوار اليوم التالت ودي اخر شريحة في التقييم 11 من سلاح التلميذ اليوم التالت وبكده يا ولادي الحمد لله خلصت حلائتنا ودرسينا اليوم مع مستر حامد البيومي ودايما نقولك لايك وشير وسبسكرايب لقناة روائع البيومي وتابعنا على صفحة مستر حامد البيومي يصلك كل جديد وشير في الخير خلي الكل يستفيد صالح دعواتكم مستر حامد البيومي اشتركوا في القناة